اشتركوا في القناة نظرة قبل الزواج وتقول بناتنا لسنا جواري للبيع معاق يشتكي من تعامل موظفي احد المقاهي بعد رفضهم تقديم الطلب اليهم صقار يتحدث عبر يهلا عن شغفه بصيد السقور وتربيتها حياكم الله عدانت دول عربية وغربية محاولات استهداف ميليشيا الحوث الإرهابية مطار أبهى الدولي حيث أصر البرلمان العربي بيانا استنكر فيه محاولة استهداف مطار أبهى الدولي بطائرة مسيرة مفخخة بدون طيار فيما عبرت مصر والأردن والإمارات والبحرين والكويت وعدد من الدول والمنظمات العربية والخليجية والدولية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبهى بطائرة مسيرة إذ نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها كشف برنامج الأراضي البيضاء أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض صدرت على أكثر من 150 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن بمجموع مساحات يتجاوز 100 مليون متر مربع داعية ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتين لتهريب أكثر من مليونين واربعمائة ألف حبة كيبتاجون وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جد الإسلامي حيث وردت إرسالية عبارة عن قفزات بلاستيكية وفي أثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عثر على أكثر من مليونين وستة ألف حبات كيبتاجون بينما كانت محاولة التهريب الثانية في جمرك بناظبة حيث وردت إلى المملكة عبر الميناء إرسالية عبارة عن برتقال محمولة على إحدى الشاحنات وبتفتيشها عثر على أكثر من أربعمائة وثلاث وعشرين ألف حبة أطلقت المديرية العامة للجوازات جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وإصداره حاليا في إدارة الجوازات بالمناطق وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة إبشر تستقبل المنافذ الدولية جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد والمصمم بأعلى المواصفات الفنية والسيمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية يحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات وصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية وكذلك صفحة للبيانات الشخصية مصنعة من مادة البوليكاربونيت تم اطباعة الصورة الرئيسية وبيانات حامل الجواز وثلاث صور ثانوية عليها بتقنيات مختلفة بواسطة الحفر بالليزر وهي غير قابلة للإزالة بالإضافة إلى صورة شخصية ملونة في الصفحة الأولى من جواز السفر بتقنية أمنية حديثة وتأكيدا للهوية السعودية زيينت صفحات الجواز بأشهر المعالم التاريخية والحضارية بتربط ماضيا مجيدا لحاضر مزدهر لمستقبل واعد عبر الهاتف ينضم معنا سعادة اللواء صالح المربع نائب مدير عامل الجوازات حيا أكلم معنا سعادة اللواء حياكم الله أكبر جمال وشكرا لإستضافة وحييك وحيي أستاذ المشاهدي الله أحييك سعدة اللواء ونحن نتحدث اليوم عن إطلاق الجواز الإلكتروني بنود أن نعرف يعني وش الفوارق اليوم الموجودة بين الجواز المصدر حديثا والجواز السابق في الحقيقة تشرفنا في تجهين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظ الله بتجهين جواز السفر الإلكتروني الجديد والذي يعد بصمة لهذا البلد والجواز الإلكتروني الجديد مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم ويحتوي أيضا هذا الجواز على شريحة الإلكترونية زي ما كان موضح في تقريركم للرفع مستوى الحماية الأمنية البيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصة التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في جميع المنافذ الدولية أما الصفحات الموجودة صفحة البيانات هي أهم الصفحة الموجودة وهي تشمل البيانات الشخصية وهي مصنعة من مادة البوليكربونيت زي ما تفضلتم وهذه من أجود أنواع المواد المستخدمة في تصنيع هذه الوسائل طبعا تم اقتباعة الصور الرئيسية وبيانات حامل الجواز أيضا بالحفر بالليزر وهي غير قابل الإزامة وهذه إضافة وتما أيضا تمنع وتقلل من عملية التزوير بالإضافة إلى صور ملونة أخرى بتقنيات أمنية حديثة وأيضا تأكيد زي ما تفضلت للهيوية الوطنية تم تزيين صفحات الجواز بأشهر المعالم التاريخية والحضارية في المملكة العربية السعودية لتربط ماضي المملكة المجيد بحاضرها المزهر وأيضا مستقبل أبنائها الواحد جميل سعد تلوه هل سيكون أستر هذا الجواز الإلكتروني من الآن نافذا؟ صحيح طبعا أمرك فورة تجشين سيدي تجشين الجواز الجديد المقروف ففورة تجشين سيدي لهذا الجواز أصبح متاحا لجميع المواطنين التقدم والحصول على هذا الجواز من خلال أيضا أخذ موعد أبشر وتأتيه رسالة نصية بالموعد وأيضا تسديد الرسوم المقررة وتوجه إلى أقرب جوازات في المنطقة الموجودة فيها ومن ثم إصدار جوازه وإيصال عبر البريء السعودي خلال ثلاثة أيام وهذه أيضا خدمة مقدمة أيضا للمواطنين في جميع المناطق الآن فيما يتعلق بمن يملك جواز حالي ولم تنتهي مدة هذا الجواز أيضا متاح لهم أصدار الجواز الجديد صحيح يا جمال في الحقيقة أن الجواز القديم لا زال معمول به وفي الوقت الحالي بالإمكان للمواطن إما استخدام جوازه القديم أو استبدال جوازه الجديد أو استبدال جوازه القديم بالجواز الجديد متى ما رغب ذلك وذلك من خلال لما يمكن وضحنا مراجعة جوازات المناطق والتقديم بعد تسديد الرسوم المقرة وكل الجوازين أو كل الجوازان متاح الآن استخدامهما في جميع المنافذ الجوية وزجيرة البحرية سعدت له وأنا بس أخيرا أعرج على نقطة مهمة يمكن ذكرتها والجواز السعودي يمكن أحد أهم الجوازات يعني للقيمة الكبيرة اللي يحملها المستهدفة بالتزوير هل يعني أن السمات الأمنية اليوم الموجودة في الجواز السعودي هل هي مطبقة أول شيء في دول أخرى والأول مرة تطبق في دولة أو دولة تنفذها هذا واحد اثنين وهذا الجزء المهم هذه السمات هل يعني هذا أنه لا يمكن حتى التلاعب بها أو تزويرها أو حتى السنساخة في الحقيقة أخي جمال الحمد لله هذا البلد يعني حضي بحكومة رشيدة تقدم كل الخدمات المميزة لأبناء هذا الوطن وهذا الجواز روعي في تصنيع أعلى المعايير الموجودة ولكل دولة الحرية في تصنيع جوازها وأيضا وضع السمات التي تراها مناسبة في الحقيقة الجواز السعودي شمل كل هذه السمات الموجودة في الجوازات الموجودة على مستوى العالم وضم جميع هذه السمات ووضعها في النسخة الجديدة للجواز الإلكتروني فهذا الجواز يتيح لحاملة أيضا تسهيل إجراءات سفرة والاطمئنان والشعور بالأمان عندما يغادر ويذهب إلى أي بلد لأنه يضمن أنه جوازاته سوف تكون تكون بمقدار الحصول على الإجراءات وسرعة إنهاء إجراءاته في أي بلد وذلك لوجود شريحة إلكترونية بالاستطاع قراءتها ومعرفة معلوماتها الموجودة عن حامل الجواز وهذا يجعل من الصعوبة بمكان أيضا محاولة تزوير مثل هذا الجواز وهذا الجواز من الآن يصنف من أقوى الجوازات على مستوى العالم في الحماية ونستطيع القول أنه لا يمكن تزويره في أي حال من الأحوال لأنه روعي فيه زي ما تفضلنا أقوى معايير الجودة والسمات الأمنية التي تجعل منه وثيقة أمنية متميزة قلت لي لواء أنه في تصليف يعني للقوة الجواز ما هو تصليف قوة الجواز من ناحية الحماية تصليف الجواز السعودي طبعا الجواز السعودي يعتبر من أقوى الجوازات الآن على مستوى العالم في عملية تصليف أمنيا وكما تعرف ويعلم الجميع أن المملكة من دول العشرين وما نحظى به من رعاية من حكومة مولاي خادم حرمي الشريفين وسمو ولي عهده وأيضا متابعة لصيقة من سمو وزير الداخلية لتقديم كل هذه الخدمات المواطنة فلحق لنا أن نفكر بما نجده من خدمات وما يقدم للمواطن في هذا البلد الغالي شكرا جزيلا لك سعد تلي وصالح المربع أنا مدير عام الجوازات لا شك أنه جهود اليوم مزارة الداخلية فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية هي جانب غير مسبوك وهي تجربة فريدة يمكن فيما يتعلق بالمستندات الخاصة بالمواطنين والمقيمين على مستوى دول العالم بعد الفاصل أنا أعود أهلا بكم حياكم الله من جديد يعد الزواج تجربة اجتماعية معرضة للنجاح أو الفشل وما بين مؤيد ومعارض الفكرة الزواج التقليدي أو الزواج الناتج كذلك من معرفة وصداقة وحتى علاقة حب أيهما أنجح من حيث الاستقرار والاستمرار إلا أن هناك سيدة سعودية تعمل استشارية لطب الأطفال عبرت في تغريدة لها عن رفضها لأي رجل يتقدم إلى الزواج من بناتها عبر النظر الشرعية كونهن لسنا جواري للبيع بحسب وصفها بل وذهبت إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن الزواج يجب أن يكون ناتجاً عن محبة أو إعجاب في عمل أو جامعة وإي نشاط اجتماعي آخر الأمر الذي أحدث ردود فعل وتعليقات متباينة حول هذا الرأي لنقاش هذا الموضوع تنضم معنا في الاستوديو صاحبة هذا الرأي الاستشارية الدكتورة سمر الحارثي حياك الله معنا دكتورة سمر أهلا بك وشكرا لقبول دعوتي وشكرا لك لهذا الاستضافة الجميلة شكرا لك حياك الله دكتورة يعني خلينا أبدأ يمكن من التغريدة اللي نشرتيها وأثارت الكثير يمكن من ردود الأفعال تجاهك وتجاه الرأي اللي ذكرتي طبعا لك قلتي كأم لن أسمح لأي رجل أن يدخل بيتي بحجة النظر الشرعية فأميراتنا لسنا جواري للبيع حاب تفصليلي أكثر وش تقصدين بهالنقطة وش الزاوية اللي شفتي منها الموجود تفضل أولا شكرا هذه الاستضافة الجميلة طبعا أنت تعرف أن التويتر هو أكثر يعني موقع الناس تنشر فيه أو تكتب فيه أفكارها الفكرة عادة لما تبغى تنشرها أنا مثلا تكلم عن نفسي ثلاث حاجات تهمني مرة أول شيء أن الفكرة ما تكون مخالفة لأي قانون رقم اثنين أنه ما يكون فيها تحريط ضد أي أحد والأهم من ثالث أنه أنت ما تجرح الناس في عقائدها بعد كذا من حقك تقول أي شيء بالشكل اللي أنت تشوفه وبالطريقة اللي تطرح فكرتك وبالتالي من حق الناس ترد عليك بطريقتهم يعني أنا طرحت الفكرة هذه بطريقتي أنا طبعا اللي استفز الناس حقيقة الغريبة أنه اللي استفز الناس مش الفكرة التعارف اللي استفز الناس فكرة لسنا جواري للبيع طبعا إحنا عرب وكل كتبنا حتى الكتب السماوية القرآن الكريم نستعمل التشبيه بشكل يومي يعني إحنا لا يخلو يوم يمكن حضرتك أو المشاهدين يعني يسمعوني إلا نستعمل التشبيه طبعا أنا من وجهة نظري بنقض فكرة سلبية أنا شايفتها أنها غير مناسبة لي أنا أو حتى للمجتمع لأنه هي فكرة ترى يعني هي تغريدة اجتماعية مش دينية طيب فأكيد طبعا عشان أشرح فكرتي وأن هذا الشيء سلبي تشبيهي لازم يكون سلبي يعني أكيد يعني وين هي السلبية اللي ترينها؟ لا يعني أنه أنا مثلا أكيد أنا ضد فكرة النظرة الشرعية اللي متعارف عليها الآن فبالتالي أبغى أحط تشبيه فمثلا أقول لسنا جواري للبيع لسنا سيارات للبيع على الطرف المقابل الشخص اللي تفكيره ضد تفكيري هو دائما يعني يستعمل برضو التشبيهات اللي توصف اللي زيه أو البنات اللي ما يلبسوا أو ما يلتزموا باللبس اللي يسمى شرعي أنه مثلا حلاوة مكشوفة عليها ذباب برتقال مقشر يعني هذه ترى التشبيه موجود في الثقافة وأنا لو حطيت بدل هذا التشبيه أي تشبيه ثاني بضاعة للبيع ملابس للبيع كانت نفس ردة الفعلها تكون بس أنا اخترت جواري لأنه يعني أنثى وأنثى بس لا أكثر ولا قد يعني أنت الآن معترضة على النظرة الشرعية في بالنظرة الشرعية من الأساس كلها أنت رافضتها أم لا رافض الطريقة اللي تؤدى فيها شوف أنا أنت لو كلمتني عني أنا كثمر خلاص أنا أرفض أنا علي أنه أحد يأتي بيت أهلي يشوفني ويقيمني يعني يقبل أو يرفض بناء على شكل اللي أنا أرفض هذا الشيء بس النظرة الشرعية ما هي بس للرجل أيوة هذه النقطة روعة هذه النقطة جدا مهمة هم يحاججون بهذه النقطة أنه النظرة الشرعية للرجل والمرأة وهذا الشيء غير صحيح بدليل يعني حضرتك أو أي أحد من الموجودين أو أي أحد من المشاهدين هل قد حصل أنه أم فتاة سعودية اتصلت على يعني شاب يعني أهل شاب وطلبت أنها تجي تشوف ولدهم شوفة شرعية لا الشوفة هي للفتاة وليست للولد واللي يقول غير كذا أنا ما أعرف أنا أعتقد أنه يحاول يجمل الحقائق هي الفكرة وأنا باني بمفتي شرعي لكن أنا أنقلك وجهة النظرة الأخرى اللي فيها الجانب اللي يستند عليها الكثيرين هذه النظرة الشرعية اليوم دكتورة وجدت لسبب أنه أول شيء الرجل يشوف المرأة والمرأة تشوف الرجل ليؤدم بينهم وما قال ليؤدم الحالة هو يعني قال ليؤدم بينهم خلينا نقول هذا واحد سنين كثير من علماء الشرع أجازوا حتى الحديث مع البنت في نقاط معينة لمعرفة طريقة تفكيرها أيضا لحقية البنت أنها تسأل الرجل أيضا عن دخله عن أسلوب حياته فيه إطار معين إذن وين الرفض اللي أنت ترفضينه مجرد كشف المرأة وجهها يعني أنا عشان أرجع برضو أكد يعني حضرتك وأكد للجميع أنه التغريدة ما كانت دينية بس بما أنه أنت حضرتك تطرقت لهذا الموضوع لأنه الموضوع الديني متشعب فيه أحاديث وفيه فقه فيه حديث يعني أنا صعبة أنا ماني الشخص المؤهل أني أنا أقشك فيه بس الأغلب الأحاديث الشوفة الشرعية اللي ذكرتها هي الوجه والكفين القدمين أوكي حلو القدمين ممتاز لكن حقيقة حكاية تجلس معها يعني أنا وأنت الآن لو جلسنا مع بعض معلش يعني ربع ساعة نصف ساعة مستحيل أنه أنت تقدر تعرفني أنا بنسبة لي أقول لك تغريدتي لم تكن دينية الأدم والألفة هي ألفة الأدم هي الألفة يعني القبول شيء أي هي ألفة ما هو لازم أن نقبل كل شيء أيوة القبول القبول يحصل في لحظة لكن أنا إيش هو القبول القبول أنا ممكن أعيش العمر كله بناء على مشاعر لحظة وهي القبول لا الإنسان مش بس شكل خارجي إحنا مش مادة ما في شكل أيوة الإنسان عبارة عن شكل خارجي ونفس ونفسية وروح وأفكار إذا كان فيه شوفاء أصلوا هم يسموها شرعية بس أنا أعتقد أنه الآن في الزمن هذا الشرعية لازم تكون أكثر مش الوجه لن يكفي لن يكفي لن يكفي أنك تبني بيت بناء على وجه على وجه كفين وقدمين صعب أنا يعني ما عليش أرجع للنقطة اللي سألتك فيها بالبداية ليش وصفتي بناتنا أو نساعنا بأنهن لسنا جواري للبيع يعني التشبيه مختلف أنا داخل مع الباب ومتجه لرغبة زواج ومتواصل أهلها مع أهل زين الشاب اللي يرغب والنية يعني في الغالب تكون معلنة وواضحة أنها يعني لرباط مقدس هو الزواج أيوة صحيح جيد والأمر يتم بين العائلتين بينما الجواري أنت تتكلمين عن سكن خاصة ها تباع فيه النساء لحظة لا يملكنا فيه القرار في ظروف مختلفة تماما الموضوع هناك مادي وهنا شرعي أسري التشبيه أنا جاوبت أحب أجاوب مرة ثانية أو ثالثة خلاص الفكرة هنا فكرة التشبيه خلاص لكن خلاص أربط لك ليش الفكرتين يعني ليش أنا اخترت أنه يكون يعني كنت ممكن أقول سيارات أو أي حاجة قلت لك لأن الجارية أنثى والفتاة أنثى الفكرة أنه 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 الشوف الشرعي تبعني أشرح لك الشوف الشرعية المجتمعية اللي موجودة الآن الأم واحدة من الاثنين إما أنها تشوف الفتاة في مكان خلاص أو أنه يصلها أخبار الفتاة عن طريقة أحد من الأهل خلاص الأم تروح تشوف البنت الأم والأخوات إذا عجبوها ترجع للولد وتقول له أنه البنت عجبتني فيأتي الولد لرؤيتها إذا الناس بعدها يكون الحكم بالقبول أو رفض لأنه هما سألوا عن اللحظة لو تكرمت نقصة هما يعرفوا اسم العائلة ويعرفوا مرجعهم ويعرفوا سمعتهم إذا كانت طيبة أو لا القرار هنا سيأخذ هما لما دخلوا البيت كانوا يعرفوا من الأهل وإش مستوام المادي والاجتماعي القرار هنا سيأخذ على عينين وخشم وفم ويدين البيت طيب أرجع للقطة واضحة واضحة الفكرة أنت ببداية كلامك قلت أنا لما أكتب رأي في تويتر يهمني ثلاثة أمور بالضبط وذكرت من هذه الأمور ذكرت عن نقطة الثالثة أكيد طبعا أنت تبغى الثالثة أو لا؟ جرح العقائد هذه أنا ما هي مخالفة للقانون واحد وهذا أهم شيء اثنين ما فيها أي تحريط ضد أي شخص أي شخص مهما كان يكون ما تحرب والثالثة جرح العقائد والرؤية الشرعية إذا كنت تبغى تناقش أنها من العقيدة أنا ما أقدر ناقش لكن أنا أقول لك والذي أنا أعرف أن الرؤية الشرعية ليست من العقيدة وأنا أحب أقول لك نقطة الرؤية الشرعية ليست من العقيدة شوف عشان أكون أنا صادقة مع نفسي ومع اللي شوفني ومع حضرتك إذا تبغى تناقش في هذه الجملة اللي أنا قلتها إذا هي صح أو خطأ مو أنا الشخص المناسب لكن أنا هرجع أقول أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يعني بما أن أنت شوية دخلنا في موضوع الدين فأخليني برضو إيه نحن بدخلنا في موضوع الدين بس أنا برجع لنقطتك أنا ليش رجعت لنقطتك مهمة مهمة أتكلم بطريقة يعني دين على شوية اجتماع تفضل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت بس دين زي ما ناس يعني هو كان فيها سياسة واجتماع واقتصاد فيها عادات فيها تقاليد فيها أفرح أحزان تواصل خلاص لو أنا أبأخذ أن الرؤية الشرعية هي كانت موجودة وتعتبر سنة فهي غير ملزمة زي أشياء مرة كثير مثلا خلينا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب على الخيل لكن لو بعت الرسول مرة ثانية في الزمن هذا وخيروا ما بين الخيل وما بين الدبابة وف خمسة عشر ما هي فإذن الحرب على الخيل ليست سنة ليست عقيدة فإذن الرؤية الشرعية ليست عقيدة لكن أجاب هذا الجواب وأنا لست عالمة بالدين عشان ما حد يزعل هذا من رؤيتي أنا كسعودية مسلمة واضح طيب دكتورة أنت ترين أن هذه الطريقة ليست الطريقة الأنسب اليوم للزواج طبعا نترين ما هي الطريقة الأنسب للزواج الطريقة الأنسب أنا صراحة ما كنت أبدا أحب أتكلم في الدين عشان أعرف أن هذا أعرف ردود الناس للأسف إيش رح تكون فيعني ما كنت أحب بس بما أنك أجمل طريقة للجواز وأحلى طريقة للجواز هي جواز السيدة خديجة بالرسول صلى الله عليه وسلم خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجتين ترى من زوجاتهم بس اللي وصفهم بالذكاء والفطمة خديجة رحمة الله عليها والسيدة عائشة معناته أنه كان فيه تعامل كان فيه تعامل طبعا كيف ما فهمت تشرحي للدفطة يعني مثلا يعني حين نقرأ أيام المدرسة والجامعة وخلال هذا كان فيه وصف دائما يذكر أنه الذكاء والفطمة أنه من أكثر الشيء اللي رسول صلى الله عليه وسلم أعجب فيها بخديجة الذكاء والفطمة طيب والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل مع السيدة خديجة ومن هنا تم التعارف ومن هنا تمت الألفة يعني هذه صورة ترى جدا مثالية بس للأسف الناس ما هم قادرين يصدقوا أنها ممكن تصير في المجتمع الآن لأنه نظرة الناس عن المجتمع نوعا ما مشوهة ترى ضد الرجل أكثر من المرأة يعني دائما الرجل متهم في المجتمع دائما يعني للأسف وهذا ترى شيء سيء شكرا والله نقلت لا حقيقي وهذه الرجل في هذه النقطة خصوصا الرجل دائما متهم دائما مسكين يعني حاسب على تصرفاته يخاف يعمل شيء طيب يفهم أنه خطأ بس أنت ليلة مجعوب وش الطريقة الأنسب البديلة للنظرة الشرعية المجتمع الحياة الاجتماعية العادية كيف شرحي يعني شوف طبعا أنا أقول لك ما في شيء ملزم الرؤية الشرعية ما هي ملزمة والتعارف ما هو ملزم خلاص لكن إحنا في المجتمع إحنا عوائل نعيش مع بعض جيران نعيش مع بعض إحنا ندرس مع بعض في بعض الأحيان في جامعات مختلطة مثلا أنا مثلا درسة في جامعة مختلطة خلاص عايشين مع بعض في الحياة في الأعمال في الوظائف فيه طرق كثيرة محترمة تسمح للناس يتعرفوا على أقل شيء يحفظ يعني يعني يكون علامة طيبة لبداية جيدة لأنه ما ترى أنت جميل يرى غيرك غير جميل يعني أنت تقولين أنه الأسلم والأفضل من وجهة نظرك أنه يتم التعارف قبل أن تكون هناك نية للزواج لحين يقرر الطرفين يروحون الخيار للزواج أو لا شوف الصيغة هذه مرة ذكية ترى لا أنا أسألك الصيغة هذه جدا ذكية يعني أنا أقول لك شيء أنا أعطيك مشكلة لا أريد أن أضرب مثال شخصي بلاش أتكلم في شيء شخصي الناس يتعاملوا مع بعض بشكل يومي كبشر كناس مثلا أنت لما تدخل مكان عملك أنت من تجايب هدف أنك تتعرف على وحدها الأمور حياة يعني الحياة تمشي وفي أقدار تكتب لكن أنت ما رح تروح مكان العمل والله أنا رايح اليوم عشان أتعرف على وحدها أتجوزها الحياة أبدا ترى ما هي كذا أبدا وإحنا تزوجنا وما كانت القصص كذا يعني أنه أنت عايش في حياتك يعني أنا ضربت لك ترى مثال يعني مثال السيدة خديجة والرسول صلى الله عليه وسلم ترى هذا المثال قمة في الروعة ترى قمة في الإنسانية هذا هو ناس التعارف مو معناته لازم أنا أقول أنا لازم أبدا تزوج فراي حدور على وحدها تعرف عليها ترى الحياة ما تمشي كذا يعني أنت ترين أنه التعارف أنا أشوف أنه التعارف على مستوى العائلة لأنه حين يكون تتعرف أنت على بنت عمك تتعرف على بنت خالك بنت الجيران صديقة أختك في العمل عندك بزنس أنت تمارس رياضة أو نشاط معين المجتمع مفتوح الآن واضحة واضح طيب أنا خليني أخذك الجانب الثاني وهي نقطة تقليدية دكتورة كل يمكن يتحدث عنها لكن التقارير الأخيرة تخوف صراحة عن الطلاق يعني نحن نتكلم عن سبع حالات طلاق تقريبا كل ساعة إذا كانت ذكرتها سليمة لكنها أرقام مخيفة ومرعبة بالمقابل الحالات التي تزوجت بشكل تقليدي استمرت هذه الزيجات بشكل طويل وامتدت الفترات بعيدة طبعا هي ليس بحكمة وصعب أنها نعمم لكن أنا أحاول أوصل معك للمنطقة وسط طيب هذول التي تزوجها بشكل تقليدي مستمرة الحياة وما توقفت وهذول التي أخذوا الطريقة الجديدة التي نتكلم عنها التي هي على افتراض أنها هي التعارف أوكي بعضهم لا يكمل شهر بعضهم لا يكمل شهرين رغم أنهم تعرفوا على بعد أوكي ليش طيب شوف طبعا نحن عندنا هنا مشكلة في المسميات يعني مثلا دعنا أقول لك شيء استمرار زواج إن شاء الله يسمى نجاح الطلاق عندنا يساوي فشل وهذا الشيء ترى خطأ خطأ خلاص أنت عندك زواج ناجح وفي طلاق برضو ناجح وفي زواج فاشل والطلاق للأسوأ يكون فاشل وفي العكس في زواج زواج يعني والعكس خلاص أنت يعني أنت عشان تعرف كيف تقدر تعرف الطلاق هذا صح أو خطأ يعني وش الطلاق الناجح دائما الطلاق والزواج نجاحهم وفشلهم تبغى تقيسهم صعب أنك تقيسهم لأنه يعتمد على نفسية الأطفال وعلى يعني يعني مثلا وجود أطفال مع أم ونفصلة وبيت جميل وبيت سعيد خالي من المشاكل خالي من الغضب خالي من العنف خالي من الاحتقانات يعني أفضل ولا وجودهم ولا وجودهم في بيت أي وأوكي الأم والأب موجودين تحت منظومة الزواج فترة طويلة كله عبارة عن قم بلا موقوتها ممكن تنفجر في أي وقت لكن المجتمع إيش يسمي هذا الزواج اللي ممكن اللي هو قم بلا موقوتها يسميه زواج ناجح ليش تعرف على أشي يعتمده بس على الاستمرارية قولي كم سنة تزوجت أقول لك زواجك ناجح ولا لا وهذا ترى خطأ وش الخطأ فيه الخطأ أنه نجاح الزواج ما يقاس بالاستمرارية إذن الزواج يعني أنا هذه وجهة نظري الجبي ماذا أنت تأخذ القرار الصح في الاستمرار أو في الانفصال يختلف يختلف في وجود أولاد أو ما في وجود أولاد بالضبط لو أنت عندك شركة والشركة هذه تخسر 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 خلاص في واحد يجي يقول لك لا استمر كمان ثلاث سنوات إن شاء الله تجيب مردود ممكن أنت تستمر وفعلا كلام صح أو تستمر وتخسر كل حاجة وفي واحد يقول لك لا اطلع بسرعة ولم وارجع ابني مرة ثانية ترى الموضوع ما هو يعني حكايت مثلا نقول لك طلاق كل سبع ساعات يا أخي ترى أنت الطلاق هذا يمكن أن يكون طلاق ناجح في مصلحة الأولاد طيب بالجانب ثاني هناك من يقولون أنه في جزء كبير دكتورة من المجتمع اليوم لا يزال يرفض الطريقة هذه يفضل الطريقة التقليدية هذه نقطة حلوة طيب رائع لو نبغى مجتمع مرتاح ومبسوط وسعيد يكون فيه الطريقتين بس من صاحب الخيار البنت والله أنا ما أبغى تزوج إلا شخص أعرفه من حقها أنا تيجي البنت أنا ما أحب أنا أبغى تزوج بالطريقة التقليدية من حقها فين المشكلة ما ترى ما في مشكلة أنت لا تخالف القانون لا هنا ولا هنا فأنت لكن تكون البنت صاحبة الاختيار يعني إحنا مثلا لأنه إنت عارف خلينا أتكلمك أنا كأمرأة أنا بستدرك بس بكلامك هذا يعني اليوم أنت ترين أن البنت مفروض تروح لأهلها وتقول لهم أنا بتعرف على واحد لا هي ما هي بالنية أبدا خليه كمّل فكرة وقل لي رايك تروح اليوم لأهلها وتقول لها أنا ما أبغى زواج تقليدي أنا لازم أعرف الشخص تراني عرفت واحد اليوم مثلا في العمل من أي مكان كان أبستمري معاه شهر بس عشان أفهم أشوف هو يجوز لي وإلا ما يجوز لي وإن شاء الله بعد شهر أعطيكم قراري طيب طب أنا أقول لك أعطيك هي من الواقع لأنه اللي قلته ما هو واقع أنا حاول لنبس القبعة لا صدقني صدقني أنا حاول لنبس قبعة الرأي المختلف أنا ما لي رأي هنا أبغى بله جميل جدا اللي قلته وليس هذا اللي يصير في الواقع أجل اللي يصير في الواقع أنه ناس تكون مع بعض في العائلة أقارب بينهم نسب أرحام جيران شركاء في العمل شركاء في مقاعد الدراسة بعد مرور وقت هذا زوج تقليدي لا العمل أنت تعرف واحد في العمل هذا ما يعرف لا 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 نقصد الأصدقاء العائلة العمل الأقارش حتى في البلدان اللي ما يعترفوا أصلا بالنظرة الشرعية هو فين الناس يتعرفوا على بعض في محيط الحياة اللي احنا عايشينه ترى يعني في لحظة معينة في لحظة معينة ترى الرجل أو الامرأة يحس أنه هذا الشخص هو اللي ممكن يكمل مع حياته طيب ترى ممكن المرأة أحيانا تفاتح الرجل وأحيانا وطبعا الأغلب الرجل يفاتح المرأة طالما النيتين اتفقت النيتين على وجود مؤسسة ساعتها البنتها تروح تقول أهلا بس ما في أي أحد حتى بره في الغرب ما في واحدة تقول الله يعني أنا ما وصلت لهذه الدرجة من التفكير أنا ما زلت في المحيط أنه ضد أو غير مناسب على الأقل لي أنا شخصيا والبناتي حبيباتي أنه يعني شخص يطرق الباب عشان يشوف عيونها وخش ما وفما وكفين يدينا أنا ضد هذه الفكرة طيب أرجع أخذ وجهة النظر المختلف الثاني أنت ترين أنه اليوم النظرة الشرعية قد تكون يعني كما وصفتيها يعني بحجة للعرض للعرض يعني وهذه فيها شيء مؤذي للنساء وأنه لسنا جواري للبي على نفس المبدأ زين أنا ممكن أخذ أو وجهة النظر الثاني ممكن تأخذ وتقول لك طيب ممكن اللي يتعرف هذا ما تكون نيتصافية ممكن يتلاعب ممكن يتسلى ممكن يأذي البنت في مشاعرها في نفسيتها في شيء أبعد لا قدر الله كيف نوازم بين الأمرين وعلى فكرة هذه نقطة نقاط الرجال المظلومة فيها أنه دائما لازم الرجل هو اللي يعني اللي يتلاعب والبنت اللي ضحية أحيانا ترى على فكرة يصير العكس ويتم استغلال الرجل استغلال كامل وهو يعني يعني ينضحك عليه فدائما الرجل أنا قلت لك عندنا متهم ودائما المرأة ضحية وشلون البنات لأن الناس ما يحبوا إحنا مجتمع ما نقدر نتكلم عن المرأة ولا حتى عن أخطاء المرأة بس يتم استغلال أيضا أنه فيه بنات وفيه مجتمع موجود فيه كل شيء في المجتمع أنت دورك أنا دوري مثلا دعني نتكلم أنا دوري كأم أنا دوري أجهز بنتي أو أجهز ولدي باللي أنا أشوفه أكيد صح واللي أنا الحياة علمتني أني أنا لما هو يصير بالغ مسؤول عن تصرفاته هيدخل تجاربه وهيتحمل لأنه ما تكون ما في حياة مثالية أحيانا الزوج يضحك على زوجته يبيعها هل وراها تتكلمين لأن درجة وعي عالية جدا دكتوراه هل تعتقدين أنه الجميع عنده درجة الوعي هذه تجاه الزواج ومسؤوليات طالما الواحد يحاول أنه يوصل أولاده لبر هو بر الأمان هيوصل بطريقة أخرى هذا لا يعني لا يعني أنه أولادك ما رح ينضحك عليهم أولادك ما رح يلعب عليهم هذه هي الحياة لكن لما يكون جاهز ما هو عايش في حياة مثالية يعني أنا لما أجي مثلا أفهم بنتي أنه الزواج بالطريقة اللي الناس يسموها شرعية أو هي يعني كانت ما أريد أن أدخل لنا في هذا الموضوع كثير أنه أنت خلاص حياتك ستكون رائعة وما أحد أحضح لا ما هي بتتزوج بالنظرة الشرعية وبينضحك عليها هي هذه الحياة نحن ما نقدر نوصل أولادنا نوصلهم للبر اللي نعتقد أنه أمان بعد كذا هم لازم يخوضوا تجربتهم ويعيشوها ويتحملوا نتائج أخطائهم ويحصدوا إذا سووا شيء كويس كلمة خيرة سعيدة جدا أني كنت معاك اليوم وسعيدة جدا أني شرحت يعني أنك أعطيتني ما شاء الله وقت مرة كويس أني أشرح أربعة خمسة سطور قد تكون فهمت أنه فيها إهانة أو فيها تجريح الموضوع كله لا يتعدى تشبيه وأنا قلت لك أنه اللغة العربية يعني نستعمل نحن التشبيه في حياتنا اليومية خلاص وأشكرك وأتمنى حياة سعيدة لكل البنات وأتمنى لكل يتزوج بطريقة يراها مناسبة له إن شاء الله وشكرا لك شكرا جزيلا لك الاستشارية الدكتورة شكرا سمر الحارث يبقى الأمر هذا يعني في خلاف يعني بين الأراء منهم مع أو مع منهم ضد هذا التوجه ومن يرى ضرورة وجود النظرة الشرعية على فكرة بعض الناس يقبل الزواج التقريدي لكنه يرفض النظرة الشرعية ولا يقبل التعارف في نفس الوقت ففيه تباين كبير في هذا الجانب بعد الفاصل لنعود حياكم الله من جديد رغم كل الجهود المبذولة في سبيل تبكين ذوي الإعاقة من جميع مناحي الحياة وعمام يقدم من خطط وبرامج في معالجة كل الصعوبات والعراقية التي تعترضهم إلا أننا لا نزال للأسف نسمع ونقرأ بعض القصص التي تخالف هذا التوجه ولا تتماشى معها وإن كانت قليلة إلا أننا لا نستطيع إنكار وجودها قصتين اليوم هي حقيقة تدور حول هذا الموضوع لشخص من ذوي الإعاقة والذي اشتكى من رفض أحد المقاهي خدمته والتعاون معه بحسب مع أفاته معنا عبر سكايب ينضم ماجد الغام دي شاب من ذوي الإعاقة حياك الله معنا يا ماجد الله يحييك أخي جمال يا هلو سهلا ماجد ارويلي تفاصيل اللي صار معك حصل لي موقف كنت ذاهب لا واجب أعزال أحد الأقارب وفي طريقي انخفض عندي السكر في الدم بسبب أني جلت عملية تكميم قبل كذا فعلى طريقي حصلت كافي وقفت ما حصلت موقف طبعا وقفت السيارة كان بعيد عن الكافي نزلت الكافي دخلت الكافي طلبت قهوة وحلى بانكيك طلبت نوظفه وانها تأتي لي بالسيارة برا لم أقدر أشيله حتى لو أني لم أقدر أشيله أني صاحب يعني أمشي على أكزات فقالت لي خلاص تمام انتظرت في السيارة انتظرت في السيارة ما جاني شي رجعت نزلت مرة ثانية دخلت عليهم قلت وين طلبي قاله طالبك جاهز هنا من زمان قلت أنا طيب كلمت الموظفة قلت لها رح يرد علي الموظف قلت قلت أنا من أول طلب الطلب لا أستطيع أشيله أنا احتاجات خاصة قال ما عليش ما عنده الخدمة هذه أني نخدمك أطلع السيارة قلت ما أطلبك ألا توقع الله فأطلعت أنا أني أخذ الطلب أي وش نوع عاقتك ماجد بطر بأحد الأطراف يعني أنا أمشي على رجل وهمشي على عكزة طيب فأنا أستطيع تعامله فقلت له نجلب لي السيارة قال لا أستطيع رضي عليك معلش أطلعت أني أأخذه بسبب أني يعني ردة فعل تأتي أكيد مثل أي شخص يعني أني أرفض الطلب أهو النذاع فأنا أطلعت أني أأخذه بسبب الهبوط قدام عندي أخذت الطلب وشلته ما وصلت عند الباب برا ما قدرت أتمالك الكوب فأمفلت من يدي وطاح ونكبع على رجل ونكبع على طوبي كرمت ولا حجام من المقهى يعني ساعدني لا يوجد ما حجعني هذا الكرام وين هذا في أي منطقة الكلام في جدة جدة حي الصفة طيب ودقيت على الوزارة دقيت على وزارتها أو شي دقيت على البلدية قال ما عندنا خدمة ممنوع أنه يطلع الموظف خدمة برا قلت بحتاجة خاصة قال ما عندنا نصف هذا دقيت على وزارة التجارة نفس الكلام دقيت على وزارة العمل نفس الكلام دقيت على الشرطة أرسل لي دورية فما ما أحد أنصفني بحقي كثير مواقف مو بس هذا الموقف يعني شبه يومي يتعرض الموقف هذا كان في مواقف قدام الكافي مخصصة الدول العاقة كان في مواقف لكما شغول لكن ما في المزلقان ذال لحق العربيات سنطلع عليه فأطلعت نطلع مع الدرجة و أنت طبعا تجد صعوبة أنك تطلع الدرجة أكيد أني يمشي عكزين طيب أنت تعاملت يعني تمالكت نفسك وخذيت الطلب وطلعت نفسي وخذيت الطلب وني مضطر شعورك في ذلك اللحظة والتفكير الذي دار في ذهنك عندما تتعرض مثل هالمواقف ردت فعل الناس المتواجدين حولك وما كانت لم يكن متواجد إلا واحد زبون وكان إلى السيارة قال يقول لك صاحب الكافي لا تروح سيعوض كام ثاني قلت لا لماذا أنا عارف أنه منه هو ما هو من الكافي بعض الناس لديهم خير والله فيهم خير الأمانة لكن شبه يومي تعرض المواقف كذلك سواء في مطعم أو مقالة أو مراكز عامة أو أي مكان يعني يخدم يخدم من نفسه ونادر يحصل كذلك قلت لأنك وصلت مع عدة جهات الأمانة والشرطة ومن بعد وزارة التجارة والتجارة من بعد وزارة العمل وزارة الموارضة البشرية والتنمية وزارة التجارة تواصلت مع أما نفس الكلام نعم 1-9991 حصلت عليهم وش قالوا لك؟ قالوا وزارة التجارة هم اللي يفيدونك كل واحد يدفني على الثاني الأمانة طيب وهي أدوي الإعاقة وش كان ما تواصلت معهم بعد عادسة؟ ولا لهم أصلا ما لهم أرقام تواصل دخلت جوجل بحث دخلت ما حصلت أي تواصل لهم تعرف هيئة دوي الإعاقة يمكن عندك كي تفاصيل أنها هيئة دوي الإعاقة لا والله ما سمعت فيها؟ إذا دخلت على الرابط لا أعرف التواصل مع العلمانة طيب أنا أسألك يمكن سؤال ويمكن هو يدور بنفس الموضوع ماجد اليوم الخدمات التي توفر لكم في دوي الإعاقة وأنا أتكلم هنا عن الوصول الشامل الذي يسمونه الوصول الشامل فيما يخص دوي الإعاقة هل هو متوفر في مدينة كيف جدة بشكل كبير ما هو؟ الوصول الشامل لأنه يكون فيه مكان مخصص لإيقاف السيارة وفي مساحة خاصة أنك تنزل كذلك الرصيف كذلك الخدمة المكان مخصص موجود لكن دائما شاغر دائما دائما شاغر يعني أضطر جاء ويأتقل لأنه يجب أرفع 911 أبلغ يدقوا عن صحب السيارة يأتي للسيارة هذه دائما تحصل بأنا قدمات أبي أحد يساعدني مستحيلي يقول ما عندي الخدمة هذه النظام البلدي أنه لا يستطيع براء المحل قلت أن هذه هي أول مرة تصبح قصة مشابهة دائما تصبح معي دائما لا تستطيع مطاعم ومقارات لا هناك وظائف أنا لديه تقريبا عشر سنوات راحة حياتي كلها توظيف ساعة وده أروح مقابلات شخصية أو أعمل وظائف أعدي المقابلة لكن لماذا يناديني المدير تعال لماذا لا نستطيع أكثر ما يبغوني يبغوني يساعد عشان يستغلون اسمي فقط لا غير شهادتي جامعية تخرجت وقدمت على أكثر موظيفة نفس الكلام يعطوني عرض وقعدت في بيتك وستريح وكلها رؤيتم مقطوعة ما في زيادات ما في ذا وليس عشت صلاح عن الموضوع هذا كل ما أقدم موظيفة حكومية أهلية شركات ذا نفس الكلام ما حصلت ولا فايدة وما في مراكز تنصفني ما أحصل يعني أنا سأقدم على هيئات عندك هيئات ذوي العاقة في برامج حق التهيير التوظيف وذلك يرسلوني شركات أو رح شركات تسوي مقابلات نفس الكلام من عضي كرات المقطوعة تقعد بيتك يعني ما يبون منك شيء يبون بس يسجلون اسمك لأنك بربع أشخاص نعم أي وأنت الآن أنت الآن تعمل يعني يسجل في شركة وتتقادرات بسماء لمدة سبع سنوات أي لمدة سبع سنوات برات المقطوع ولا زيادة ولا أي شيء والشركة هذي وين خلص جامعة ومش مجال عملها الشركة شركة مصنع مصنع حديث حق عمال هندسية بس هم يعرفون أنهم بهالحالة هذه مخالفين للنظام كثير كثير أنا صويت مقابل قبل سبوعين تقريبا في شركة بجدة دون ذكر اسماء نفس الكلام أعطاني عرض وظيفي نفس الكلام تقعد في بيتك وما نحتاجك ويسجل أنه وظف واحد من دوي الإعاقة ويأخذ السعود عشان يقدم من فيها زمان الله يسعدك هذا هو طيب لأسف أنه هذا الشيء سبق توظفت في وظيفة قعدت شهرين وفصلني أخذ اسمي وفصلني ليش نفس الكلام استغلال بس أخذ اسمي جاب عمال فصلني قال ما نستغلنا عنه طيب اليوم نحن نريد أن نتكلم عن يمكن أبرز الأشياء التي تنقصكم من ناحية الخدمات يعني لما تحاولون تحصلون على الخدمات داخل المدينة ما أبرز الأشياء التي تنقصكم طالع كثير مثل كثير جدا كثير مثلا أجي مثلا عند مطعم أطلب أو عند بقالة أو عند صيدلية أقعد أدقبوري أدقبوري عشان لين ما يطلع لي وقعد أشيب أو أطلب الناس يتخلون أستاذنا لو سمحت بالله نادل إياه وما يجي خلي ينزل هو لازم أرفع العكاز لازم أربع بطاقة وبعضهم يقول لك ما أقدر أخدمك ما أقدر رفيدك هذا أكثر شيء يفتقروني وإن ذوي حجاجات خاصة للأمانة لأنه إيش أكثر شيء يفتقروني يعني ذوي حجاجات خاصة أكثر شيء يعني ينقصنا في الخدمات أدقب على مطعم أطلب طلع لي برا السيارة الفلانية يعني إحتياجات خاصة لا أقدر أن نزل وإلا الله ما عليش لا أقدر أطلع لك إذا لم يوجد أحد خلصوا في الزبائن أأجيك وإن رسالتك وإن رسالتك الأخيرة ما أأجيك والله رسالتك الأخيرة يتمنى يعني انظروا إلى حالتنا لأمانة في الخدمات في التنمر في الاستعطاف في نظرة التشافق في الأماكن العامة في الوظائف لأن أولوية يعني الدولة ما قصرت معنا حطتنا أولوية لكن تروح نفس الكلام وقعد بيتك بلات المقطوع لا زيادات لا أداء ولا حاجة حتى بدون مقابلات احتياجات تجيب الكرد تجيب صورتك طهوال يلا تفضل شكرا 32 سنة نفس الحال شكرا جزيلا لك ماجد الغامدي شاب من ذوي الإعاقة وهو يروي لنا يمكن التعامل حقيقة أنا أقدر أقول أنه التعامل غير الإنساني والتعامل غير المنصف مع يعني صاحب الكفي هذا حبكت الآن يطبق النظام حب النظام الآن لما جاه واحد من ذوي الإعاقة شيء عجيب حقيقة يعني لكن اللي نعول عليها بشكل كبير هو اليوم ذوي الإعاقة عليها مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء الأشخاص وكذلك فيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن توظيف ذوي الإعاقة من المؤسف أن يتم استغلال حالة عوض شخص معين فقط لأنه شخص معاق أو شخص دوء إعاقة يتم استغلال حاجته بشكل غير نظامي زي ما يتكلم ماجد وماجد حالة من حالات كثيرة موجودة اليوم بالسوق ما يعني أنه ما في شركات والله تتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل منصف لكن للأسف أنه هذه الحالة موجودة عندنا وللأسف أنه ما تكون الخدمات هذه موجودة داخل مدننا اليوم نحن نتكلم عن رؤية عشرين ثلاثين وتطوير المدن أنسنة المدن هذا جزء من الأنسنة أنه مدنك وخدماتها تكون مهيئة للكل ومن بينهم الأشخاص دوء إعاقة بعد الفاصل لنعوده حياكم الله من جديد اشتهر العرب قديما وعرفوا منذ بداية عهودهم الأولى بتربية واستياد السقور ورغم تشابه العدات العربية في تربية السقور بالأساليب والتدريب بوجه عام مع اختلافه حول بعض التفاصيل إلا أن السقارة أو السقارة وهواية تربية الطيور الصقر ورعايتها والصيد بها في المملكة تشكل رمز وطني وتقليد تاريخي كونها هوية تحملها الثقافة العربية العريقة عن هذا الارث الأصيل والتقليد التاريخي المديد وبالتزامن مع إقامة مهرجان حفر الباطن ليا السقور يسعدني أن يكون معي هنا في الستوديو الصقار سلطان الشمري سأكلم عنه سلطان يا هلا ومارحمة سعيدين باستضافتك بيا هلا أنا سعيد مقابلتك سعيد بخروج ببرنامج يا هلا الله حييك سلطان أول شيء دعنا نتكلم أنت تكلمني عن نفسك كصقار بداية دخولك مجال السقارة متى كانت بالبداية يتكلم دائما هذا يكون بأريث من الأباء والأجداد كنت مع الوالد الله يرحمه سكن الجنة فكنت تقريبا نفس العامل معه مع الأصدقاء معه أطلع فكنت تقريبا شلود جب فتطورت الشغلة وتغيرت من هذا وصار لي ممكن تقريبا 6 سنوات أو 5 سنوات دخلت في العالم هذا احترفت لا ما وصلنا إلى درجة محترفين فنفرزوهم في ملاك ومحترفين بالمهرجانات والسلقات لا ما وصلت إلى درجة المحترفين بس يعني الحمد لله الواحد كسب خبرة دخوله مع صقارين غير عندي أشياء كثيرة بحياتي وش اللي تغير صرت أصبر أتحمل لأن الواحد صقار أول ميزة لازم يكون فيه رحابة صدر ويتحمل ويصبر تغيرت عندي قبل كنت صدري ضيق شوي وما تحمل ها يصير شمالي وصدري ضيق والله صدور كله ما عد بشمالية الحين خلاص انتهت طيب سلطان مفردة صقار اليوم لما نقولها ونسمعها وش المقصود مفردة صقار هل كل شخص صقار يقدر يصير صقار؟ مفهوم سلطان أو مفهوم العالم؟ أقول لي مفهوم مفهوم ليس كل شخص يضع عليها صقار قال أنا صقار هادي كلمة ممكن دارجة عند العالم كلها أنه كل من يضع صقار قال أنا صقار اليوم في السوشيال ميديا كلها انتشرت العالم حاليا وليه تضحك؟ لأي يوم تذكرت؟ كان تحتل هو فيه كلاب بيني وبينك بس أنه عد الواحد كل واحد أنا أقول بكلمة أنه منحصل شيء يستاهله بس كلمة صقار ما تطلق إلا على شخص ثقيلة ثقيلة ولها معاني كثيرة يعني نشوفها بالمهرجانات نشوفها بالزر إرث يتجدد يعني من أشياء من الآباء في بعضهم الحين شوه صورة الصقار قبل ما يقولوا له صقار شلون دخولوا بعالم الصقار هو ماله في الأساس أي حاجة هذا اللي ينطبق عليه اللي ما يعرف الصقر يشوي يشوي والله في ناس شوه الصقر في ناس شوه الصقر بس الصقار الصقارة حقيقي يعرف تفاصيل الصقر كامل ليش أنا مشوء قلت لك أنا ما وصلت لدرجة المحترفين نتوقع المحترفين وصلوا لمرحلة أنهم ما شاء الله تبارك الله يفهمون بأمور الصقر أشياء كثيرة علاجات يفهمون بالأمراض يفهمون فهذه كلمة الصقار ما تطلق على الشخص تربية الصقور اليوم هل لها خطوات ومراحل حتى يصبح الشخص يتمكن منها يعني يحتاج الشخص وقت عشان يعرفها المهنة وش التفاصيل اللي نحن ما نعرفها اليوم في تفاصيل كل الصقار عنده تفاصيل هو خاصة فيها خصوصا أمور التدريب مثل إيش؟ أمور التدريب يكون لها خصوصية شوية عند الصقر هو يفهم فيها الأشياء الثانية لا شهرة الصقر ونقلة الصقر الأمور هذه فكل شخص يعرفها حسنا أريد أن تتكلم عن مرحلة التدريب يعني وش الأشياء اللي لازم الشخص ينتبه لها يعني بثناء مرحلة التدريب الجو والطقس له دور اليوم مرحلة التدريب أيضا يمكن وش الأجزاء اللي من جسم الطائرة أو الطريدة اللي أنت تحطها المفروض أنه يوافق هذا الصقر أو ما يوافقه حتى تفاصيل هذه موجودة موجودة شوف الطقس له دور الهواء وقت فيه الصقار يعرف وقت حومة الطير يعني فيها وقات ما يقدر يطلق فيها فيه أمور حتى بلجو فيه طيور ثانية فيها أشياء بلجو حتى في الميدان في المهرجانات لما يطلع الصقار ويشوف الميدان ويشوف الداعي قدامه والصقر بيده فلازم ينتبه للجو هل في وجود إعقاب هل في وجود طيور ثانية هذه ممكن تخلف الصقار فكل واحد ماشي على النظام خصوصا فترة التدريب أنه تكون من فترة الفجر فترة المغرب لأنه فيه وقات حومة ووقات الطير يكون فيه طيور كثيرة ترمزاجية لأنه إذا كان على يدك هو ملكك إذا طلع من يدك هو ملك نفسه نجي عليها هذه سمحني نطلع فاصل قصير حياكم الله من جديد حديثنا عن الصقور وشغف صيد الصقور مع الصقار سلطان الشمبرية سلطان قبل الفاصل كنا نتكلم عن الصقور ومراحل تدريب الصقور فيه كثير يمكن من الفصائل وأنواع الصقور اليوم حول العالم ولها أيضا أحجام مختلفة صحيح مقاسات غلطان أو وزن مختلف ألوان مختلفة وش التقسيمات الرئيسية للأنواع هذه للصقور خصوصا باللون لأننا الآن هناك ناس اتجهوا للميدان الملواح الشارة وفيه ناس حقين القنص أنا كنت حق قنص قبل فقل عندنا الصيد الآن اتجهت للشارة والطير الشارة والملواح كل طير لهم مميزات حتى المزاينة حتى في الطير صارت في الصقور في مزاينة لهم مميزات كل واحد له يعرفه بداية الموسم كل شخص يأخذ ثلاثين صقر أربعين صقر ويدربهم يشوف قوة الجناح يشوف هل الطير عنده القدرة أنه قادر يتحمل السباق لأنه أنت جاهز تتكلم عن تجهيز شهرين ثلاثة شهور تقريبا دقيقة وعشرين ثاني كل ثلاثة شهور دقيقة وجودك أنه تمسك الطير وخروجك للسناح ويكون هذا من أصعب اللحظات أنه أنت عندك مهلة دقيقة بيطونك اللجنة مدة دقيقة على بل ما يطير الطير من يدك السباق يمكن أعلى سباق خمسة وعشرين ثانية ثلاثين ثانية هذا تقريبا فجهدك الثلاثة شهور فأنت ما تبيتدرب إلا طير خابر أو دار النهي أنت تراهن عليه هذا أول شيء وتشوف أنه شيء قوي أنك تدخل بالميدان هذا وأنت تشوف نفسك قوي الحين بالفترة الحالية ما شاء الله تبارك الله صار لنا نمكن ثلاث سنوات أو أربع سنوات من تأسيس نادي السباق عام 2017 شوفنا صقارين شوفنا اهتمام من رؤية عشرين ثلاثين اهتمام بالتراث شوفنا الناس رجعت كثير للصقر في مردود مادي قبل يقول لك لا تخيلوا الصقار تحسوا بجوء الحين لا صاروا حمسون الشخص ما شاء الله جوائز شوفنا ميدان الملك عبد العزيز مهرجان الملك عبد العزيز جوائز السباقات تجاوزت العشرين مليون أسعار هن نفس أسعار منك جبطار المزاين أسعار هنفس قريبة من أسعار اللبل يصير لها تداول كبير يصير عليها مزايدات زي اللي تصير على اللبل فيه أشياء غالية مرة كم تأصل تقريبا فيه سكور وصلت المليونين مليون ونص على حسب كم معمار هن بس اللي يحب الصقر ما يبيع ما يبيع خلاص تصير فيه ألفة بينك وبين الصقر رابط خلاص صعب أنك تتخفي خلاص يعني من الطيور اللي أنا قبل سنتين ثلاث سنوات نزلت دمعتي عشان الطير هذا مات معي فكانت فيه ألفة بيني وبيني يعني ضيقت داخليا أنا ضيقت ما كنت أبيبين للشباب حين أطلعين رحلة قنص ما كنت أبيبين للشباب أنه أنا متضايق فبعدها قلت أنا ما عدا بيشير طير فرجعنا للموسم اللي بعده بأكثر طيور وبعدد طيور كثير ما شاء الله طيب اليوم يمكن الأنواع اللي موجودة عندنا في المملكة وشو برز الأنواع اللي موجودة عندنا اليوم بالمملكة الموجودة بالمملكة تقريبا انقرضت اللي موجودة ما بيقولك أنها انقرضت بس أنه فيه برنامج هدت قبل فترة نادي السقور سوا أعلن أنه بيهد طيور خصوصا الوكري وشاهين الجبلي عندنا في السعودية الماكر حقها ممكن أحصوا الماكر حقها ممكن حوالي 59 و 60 ماكر نادي السقور ما قصروا أحصوها هذه الأبرز الباقي كله عابر كله عابر الحرار ومشون يخلي السقور تنقرض بعض العالم عندهم يعني ما هو ما هو طير قناس اليوم والله تستهدفها أنتم ما هو حبار يعني وجود المزارع وجود المزارع على الحين وجود الانتاج نحن نشوف قبل بداية الموسم ترى عندنا مزاد في ملهم من نادي السقور مزارع أجنبية هذا سهل على في بعض العالم ما بيقول لك بعض العالم بعض الطيور لأنه هو ثلاث بيضات في السنة في الماكر بعض الطير لما يطير ما يعرف وشي فريست اللجان تكتب بياناتك تذكرة درجة أولة يرسلونك للرياض تريد تروح للرياض فسهلوا كل شيء فصارت العالم الحين تجارة وفيها مربح السقور العربية على افتراض أنه كلامك اليوم يمكن جزء منها انقرض لأن من السقور القديمة التي كانت مستوطنة يمكن بالمملكة ماذا فرق السقور العربية عن مثلا السقور الآسيوية أو السقور من شرق أوروبا ماذا الفرق بينهم لا أعطيك معلومة وأقول لك أنا طيور العربية خصوصا طيور المملكة أنا لم أرى أنا لم أرى مناسبة لعمري أنا لم أرى لأنه أرى الكبار السنوام يتكلمون بطائر الوكري فالعالم اتجهت فترتي أنا وجودي بالسقارة صرنا نتجه المزارع المزارع التي تأتي من بر السعودية تسهلت علينا الأمور فتسهلت علينا أشياء كثيرة وجود المزاد بملحم لا بس وش اللازين منه يعني اللازين اليوم الأفضل يمكن من ناحية الحجم قلت قبل شوي قوة الجناح يمكن قوة الصقر انظره غيره غيره الأسيوية أفضل ولا شرق أوروبا أفضل ولا العربية أفضل والله السيبيري هو الأفضل السيبيري السيبيري لا وش ميزاته فيها الحجم حجم حجم وقت الحدة يعني انت تشوف وقت الهدة لما تشيل الطير على يدك بعض الطير والله ما ما تحس به ما حادي تحس انه كانك شاي الحمامة حتى الصقار يبحث عن شي نومسا بين العالم لما يدخل سباقه ولا يدخل ينص في بعض الطيور تخاف في بعض الطيور ذكية حين كمجتمع ممكن نرغب الحرارة أكثر تتقبل لوضاع الأمراض لكن انت بس السيبيرية جاية من بيئة باردة في الغالب عموما أوروبا وحتى يمكن آسيا جاية بيئة استوائية جاية بيئة باردة تعيش مع جونا تتكيف مع جونا الصقور هذه يقلمون ما في شيء ما يتأقل بس نفسه الصقر يعيش الصقر يعيش يتحمل درجات الحرارة أحيانا تفرق الصقار عنده فترة ثلاثة شهور فترة تشتب بعدين خلاص ما عدي ينتقل المربط ينتقل مهرجان حفر الباطن كان لك مشارك بها أبغى تعطيني تفاصيل مشاركتك اللي ما وشي تفاصيل مهرجان حفر الباطن مهرجان حفر الباطن يعتبر بعد مهرجان الملكة عبدالعزيز أنا شاركت مهرجان الملكة عبدالعزيز ولا كان يودي أني أنا أدخل بشارة وطير الملواح فكنا متعودين على القنص يعني شمال السعودية متعودين على القنص دخلت بشارة تحمست حسيت فيها مردود مادي تطورت عندي أشياء كثيرة مهرجان حفر الباطن كل ما تشكر لهالي حفر الباطن ومحافظ حفر الباطن ما قصروا حنا رحنا لمهرجان أنا جايك الحين لبيت الدعوة والبرنامج أنا طالب بعد البرنامج يعني عندي سباق شوط نهائي حفر الباطن بكرة شاركت أكثر من طير حالفني لحظة بعض الطيور أنا قلت لك لما يكون الطير على يدك هو ملكك لما يطلع ما شاء الله تبارك الله شفنا صقارين وشفنا طيور وكسروا أرقام أنا عامت شفت صقارين كسروا أرقام ما شاء الله تبارك الله والمنافسة مستمرة وشي مسمى سكورك بالله تختلف الآن عطني أقرب واحد لك أقرب واحد لي ممكن تقريبا اسمه ملفي على اسمه والد الله يرحمه كنت محتفظ فيه ممكن ست سنوات وسبع سنوات محتفظ فيه فشاركت فيه السنة هذه ما حالة في نلحظ فيه شاركت بطير ثاني أنا متجه الفئة الحرار السنة هذه أنا ممكن رحت الفئة الجير الجير التبع فالحمد الله طيب شغلة أخيرة بس باختصار اليوم احنا نتكلم عن صناعة بدت تزدهر تحديدا بهالجانب وفعاليات وأحداث كثيرة صائرة وفي طلب عالي وفي دخول ناس كثير وظهور ناس تحتاج أن يكون فيه رعاية طبية لها صح ولا لا هل موجود عيادات متخصصة اليوم بالشمال للسكور تحتاجون ما فيه أحد ما يحتاج الطير ترى سهل العدوله حتى بوجود العلف لازم تعرف تختار الحمام فيه أشياء بعض العالم يفكر أن الفكرة سهلة أنه أنت تشيل طير وأنك أنت تشتري طير حتى بعض العالم يقول لك المادة ففيه بعض العالم يتطببون فيها يعني ما بيقوله علاج شعبي بس أنه وجود العيادات تكبير النطاق خصوصا أماكن التدريب أماكن التدريب ممكن فيه أشخاص يعانون كثير أنه شوفها حاجة أنا شوفها حاجة كثرة خلوا يكون فيه ميادين عشان الواحد يتعلم ويتدرب والعيادات موجودة بس تقريبا عددها قليل السقار سلطان الشمري شكرا جزيلا لك وشكرا لحضورك وشكرا كل هذه المعلومات وفالمل في الفوز إن شاء الله شكرا لك شكرا سلطان الشمري والحديث كان عن إسكارة ختامها لأي للقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة